سمعنا تصريح ترامب أنه نقلوا بعض من الدواعش الأكثر خطورة من سوريا إلى أماكن آمنة نيوك تامز تقول بالعراق طيب إحنا هل من مصلحتنا فعلا ومن مصلحة المنطقة بشكل عام بما أنه يكون متعاون ضد الإرهاب أنه هذول الدواعش اللي ما ندري بأي لحظة ممكن يطلعون من الأوروبيين أن يتم نقلهم إلى العراق بما أنه العراق اليوم يعني كفوا ويستطيع من إدارة هؤلاء الدواعش القضاء العراقي الكل موافق يعني فرنسا موافقة علينا بالقضاء العراقي كيف تدار أمور الدواعش والأدلة متوفرة حقيقة قد تكون عند الأجهزة الأمنية العراقية تعتقد هذا هو فعلا من مصلحة المنطقة بشكل عام بغض النظر عن وضع العراق إذا كانت بمصلحة أو لا بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم لمشاهدي قناة تغيير الفضائية أينما كانوا أعتقد أنه ما استرر بحقيقة يعني يعني فعلا سمعنا أنه هناك يعني نقل لبعض قادة الدواعش الخطرين جدا طبعا من السجون السورية والدخول بهم ونقلهم بطائرات خاصة إلى داخل العمق العراقي طبعا حتى الجهة التي يعني ذهبوا إليها يعني تكاد أن تكون معلومة يعني عند الجميع لأنه هناك يعني الإعلام صرح بهذا الموضوع المشكلة الكبرى السيد الكريم أنه يعني الأسف الشديد أنه العراق الخاص الرخوة في هذه المنطقة حاليا لا أعتقد لماذا هذه النفات الداعشية يعني يذهب ويجيبها إلى العراق يعني يفترض أن هناك قانون يحاسب هؤلاء إن كانت أمريكا جنسية بريضانة جنسية عربية جنسية من أي جنسية كانت يفترض أن هناك قانون وهذا الرجل يعني انثبت أنه داعش حقا وأنه مغل بالدماء وأنه مجرم هناك قوانين دولية قوانين عفوا محلية تنطبق عليه فيفترض أن يعخذ يعني جزائه العادل أما أنه يبعث بهذه النفات إلى داخل العراق حقيقة هذا أمر مرفوض ويفترض بالحكومة العراقية لا تساوم يعني شم مبلغ الدولارات التي ممكن أنه يقدم مقابل هذه النفات التي تدخلها داخل العراق يعني العراق ليس بحاجة للمال المال في العراق كثير وفير يعني لو قطعنا عشر الشراق من الوطن العراقي استغنينا عن كثير الصفقات المشبوهة التي ممكن تكون مثل صفقة داعش أو غير داعش أعتقد أنه يعني